سعيد سيد يوسف برشيد أهلا أهلا وسهلا بك إذن سيد يوسف برشيد أما نتحدث عن 51 حادث عمل في سنة واحدة فقط ما هو المؤشر الذي نفهمه؟ هل الإشكال في المؤسسات والإجراءات الوقائية الموضوعة من أجل حماية العامل؟ نعم هو بالمناسبة إذا بغينا نحوص على أي إشكال يجب أن نبحث على العوامل المتدخلة فيه فقبل أن نجيب على الإشكال يجب أن نتفق أولا على أن هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا ومرتبط بحضارة أي أمة وتعرف أن مالك بن نبيل لما تحدى عن تطور تحدد عن أبعاد ثلاثة وهو الإنسان والتراب والزمن فالإنسان هو محرك الزمن المتحكم فيه ومحرك التراب لصنع ثروة وبالتالي هم العماء بالإهتمام بهم الإهتمام بهم يجب هذا الموضوع الذي طرقت له هو الوقاية من الأخطار المهنية والأمراض المهنية لما نتكلم على هذا الموضوع نتكلم على موضوعين نتكلم على التقاء الضرر مع التعرض العامل لذلك الضرر وده حبينا نحاربوا هذه الضائرة نحاربوا الضرر في معنى كما ترحتي السؤال أننا ما نخلوش الأضرار المتوقعة داخل العمل مثال ذلك تكون شبكة الكهرباء غير مصانة داخل المؤسسة فهو ضرر قائم ما تيسمح حادث أو مرض لما ينتقى ذلك الضرر مع تعرض الإنسان لهذا الضرر أو العامل مع ذلك الضرر هنا يحدث حادث العمل وبالتالي نقول أنه لابد من مخطط وطني للوقاية من الأخطار المهنية باش نقصه متعرض للأضرار والنقصه للأضرار وفي هذا الصدد يمكن تعرف حادث العمل كما عرفه القانون الجاري بالمناسبة الشيء اللي لاحظه كما لاحظنا في قانون الصحة لاحظه للأسف أن القوانين المنظمة للأمراض والحوادث المهنية رهي من سنة 83 هي مؤطرة بقانون 83-13 وفيه بعض تعديلات حول القارات المشتركة أولتي تنص أساسا لدرجة الأولى؟ نعم تنص على أولا تعرف الحوادث العمل تعرف الأخطار المهنية تعرف كيف يتعويض تعرف كيف يوازيه هذا العمل منظومة قانونية أخرى تتكلم عن الوقاية من الأخطار المهنية متمثلة في قانون أولا قانون 91 المنظم لعلاقة العمل الذي يبين بأن حماية العمال من الأخطار والأمراض المهنية هي مسؤولية المستخدمين العمال أنا أتوقف عند نقطة مهمة معك سيد برشيد قبل أن نمر إلى الأمراض المهنية نبقى مع الحوادث المهنية سوق العمل في حد ذاته في الجزء عندما نتحدث عن الفرق بين مؤسسة عامة والمؤسسة الخاصة عندما نتحدث عن أبرز الأشغال التي تكون فيها حوادث العمل المرتفعة كالبناء والأشغال العمومية وطبيعة العقود كذلك المبرمة مع العامل نعم هذه الإشكالية الكبيرة عندما العامل يكون عقد معين أو ربما بعضهم يعمل بدون عقود أصلا كيف يتم التعامل معهم وهذا هنا أثرت موضوع مهم جدا لأن حتى الأرقام التي قدمتها الأستاذية هي أرقام مرابطة بالعمال الذين يستفيدون من تغطية ضمان اجتماعي على بلكم كيفية أخرى من العمال آخرين غير مغطين بالضمان اجتماعي وأعتقد أن هذه الأرقام الحقيقية في الواقع أكثر من أرقام خطأ من في كل ذلك؟ أولا إذا حبينا أن نتفهم الخطأ أولا أن تفهم أشياء الأطراف المتدخلة في هذه الخطأ نعرف أن حديث صاحب المؤسسة والعامل هنا أولا العمال كل القانون يحمل المسؤولية لكل خطأ مهني وكل مرض منها الرب العمل هو المسؤول مثال لما نأخذ إجراءات على الوقاية من الأخطار الفردية والجماعية داخل المؤسسة وما يلتزمش بها العمل المسؤولية الجزائية على من تقع لا تقع على العمل تقع على الرب العمل وبالتالي هناك مسؤولية من نجمش نقول رب العمل وحده هي مسؤولية مشتركة بين كل المتدخلين في هذه القطأ من هم المتدخلين في الخطأ أو في المرض؟ العامل في حد ذاته بمسوء وعيه مثال العامل خاصية يأخذ الكاسك العامل بعد مرات يكون يلبس الرجل وما يبغيش يلبس الكاسك هو عندها مسؤولية في حد ذاته ولكن رب العمل هو المسؤول على إلزامه باتخاذ إجراءات لازمة الفردية المسؤول الثاني هو رب العمل كيف ينظم الأشانتي كيف فهم رب دمها المسؤول الثالث هم الأطراف المتدخلة في الوقاية من أخطار المهني مفتشية العمل عندما تمارس الرقابة داخل المؤسسة وتكون ناشطة في هذه الرقابة وتحرر محادر المخالفات عندما تسجل خطر ما أو تتنبأ بضرر ما المستوى الثاني هو مستوى آخر هو تعدم الإجتماعي بمناسبة وأنا أطرح سؤال أستاذا ما أتسمعني أطرح سؤال سيدنا فتحة طيار وهي ودركة وقاية نسبة مهمة جدا هي نقلعوها من الكتة أجور العمل التي هي 2.5% تخصص إلى صندوق داخل الصناديق صندوق يقولها صندوق الوقاية من الأخطار المهنية السؤال مطروح ما هي الأنشطة التي تقوم بها لمختلف صناديق الضمال الاجتماعي من أجل وقاية الذي نلاحظه في الواقع أن الضمال الاجتماعي يبحث عنه يجيب الدراهم ويريكورد الأموال بالمقابل هل هناك نشاطات تصرف عليها الكاثورو من أجل وقاية من الأخطار المهنية أو لا أنت عندما تتحسس هنا تشكك في الموضوع أنا لا أشكك في الموضوع أنا أشكك أنا أبحث عن أثبات علش هذه الأرقام رهي مرتفعة علش هي مرتفعة السؤال الذي أطرحه أنا كانت عندي فرصة شاركت في ملتقى دولي فرنسا في 2014 حول وقاية من الأخطار المهنية ويريدون كده تنظيم مؤتمر نعم هنا تدفعين إلى سؤال محدد لا تسمحي لي بالطبع الآن المكتب العالمي العمل الآن تجاوز هذا النقاش الباسطة لنقشه اللي هو الوقاية الفردية والجماعية من الأخطار المهنية الآن في شئ لنا نظرية جديدة كيف يسمى النظرية ما هي؟ العمل اللائق لأنه وصلنا إلى مساو معين ما هوش خطر داخل المؤسسة هو الذي يسبب الحادث أو المرض المهني تعرف ما يسبب بعض المشاكل خارج وسط العمل وسموه أنا بالمناسبة لما جاءت نظرية جديدة هذه خمس سنة أو ساعة وزارة العمل قامت بأنشطة وتكوين ولكن لم تفرق في المنظومة القانونية منظومتنا القانونية التي تهتم بهذا المجال ما زال تعود إلى سنة ثمانينات وبدعناتها فقط لما نتكلم على قانون العمل 90-11 الذي يؤثر العملية كممداء كقانون إطار هو في 90-ات لما نتكلم عن وقاية الأخطار المهن يرجع إلى سنة ثلاثة وثمانيين يعني كلها منظومة قادمة أمام نظرة جديدة التي هي الوقاية التي هي وحتى اليوم الأعمال الموجودة اليوم ليست الأعمال وطلق العمل فيما سابق ما هو نفس الأعمال ما هو نفس المواد الكيميائية والضغط ما هو نفس الضغط ما هو نفس نوع العمل ما هو نفس عقلية المواطنة أولا زادوا معايير أخرى في الوقاية سموها كرامة العمل بعض المرات العمل لما يهان شعوره بالنفس بأنه أهينت كرامته قد يكون سبب الأسبب الحوادث ونحن نتحدث عن هذه النقطة سنمر إلى نقطة أخرى ومحور آخر متعلق بالأمراض المهنية حدثنا عن الحوادث وأشرت أنه أي حادث يحصل في العمل أو له علاقة بالعمل حتى في التنقل كما أشارت المديرة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالمديرية العامة للضماني الاجتماعي للعمال غير الأجراء الأمراض المهنية كيف يمكن ما هي أبرز هذه الأمراض وكيف يتم إثباتها بالفعل بأنه لديها علاقة بالعمل إلا سبحاني الآن قانون 83 في مادته السادسة عرف حاولة العمل وأضاف كثير من الأشياء أضاف تنقل العامل من وإلى بيته أضاف كذلك نقطة أخرى المتمثلة في العامل يكون في عهدى انتخابية العامل لما يقدم خدمة أما بالنسبة الأمراض المهنية لأسف أن المشرح الجزائري لم يعرف الأمراض المهنية ولكن عرفه الفقه هي الأمراض التي يكون العامل عرضة لها نتيجة لطول تعرضه لمسبب المرض لفترة طويلة مثال الإصابة الجهاز التنفسي الفرق بين الحادث العمل والأمراض المهنية ميزة الحادث العمل هو عامل فجائي يجيك وأنت تمارس مهنتك مرتبة بعملك فجائي أما الخطورة الأمراض المهنية هي أمراض غير فجائية فيها أمراض مهنية قريبة المدى متوسطة المدى نعطيك مثال لما تكلموا لريسك شيميك مثال لاميونت والمشكلة أنه يبرز بعد ثلاثين سنة كنت تكلموا عن السيليكوز الخطر تعمل بعد ثلاثين سنة شوفوا أخطار الأمراض المهنية قد لا يتمتع العامل بعد سنوات من المرض متاعه بعد ما أدى دوره وفرش تقعه يموت وهل لديه الحق في العودة الوعي هنا وعي العامل جزائر أحيانا نتابع كما أشرت لتجارب الغربية لديهم وعي لمسببات الأمراض حتى عندما تمر ثلاثين سنة تقريبا لديه الحق حتى في أنه شركة تدفع مبالغ يعني علاج هذه بمناسبة لما تكون شركة متحكمة فلاشفت حانا تمشي الإدارة عشر سنين لا تدخل ورقتك نعود نعود للموضوع نقول بالنسبة الأمراض المهنية هو مضحسة جدا لأن مثلا أنا نشوف أن أمراض مهنية كما عرفناها كما يلي عرفها الفقه ولكن كان معيار أخطر من ذلك لا يمكن اعتراف بأنه مرض مهني كيف يثبت أنا عامل حست بأن في العمل وسبت بمرض نمشي المستشار الطبيب المستشار على مساوى الضمان اجتماعي هو يقول أهل هو مرض أو موش مرض ثم إذا ما قبلش هذا الإجراء وكان بالرد بسلب نمشي نطعن على مساوى اللجنة الولائية لمساوى صندوق حتى نمشي العدالة المشكلة نقع فيه أن الأمراض المهنية حتى وكان يكون مرض تثبت بأن ذلك المرض وسبت في وسط العمل لا يمكن أن تستفع حتى يكون ديكلار عن مساوى جد والأمراض المهنية اللي هو وساطة الثلاثة وثمانيين وعدنا الآن فيه تعديل واحد صرف ستة وتسعين بعدما كان عدنا 64 مرض مهني في ستة وتسعين في التعليم المشتركة بين وزارة الصحة وزارة العمل أصبح أربعة وثمانيين مرض فقط من ستة وتسعين وراكد إدكاتي إشارة أنه كان تطور الحياة دخول مواد كيميائية جديدة دخول أعمال شقة جديدة دخول صعوبات جديدة ولكن لم يحين جدول من يجب أن يتحرك من أجل إحداث تغيير فيما يتعلق بالأمراض المهنية هو يجب على الجميع يتحركه بنسب متوازية المسؤول الأول هي المنظومة الشريعية رأي مازلت متخلفة ولم ترقى إلى المستوى تقدمنا ضمانات قانونية حقيقة الحماية المستوى الثاني هو رب العمل الذي عليه مثلا أعطيك مثال ونطلقنا سؤال حساس وأسأل جات مختصة على بالكم باللي على المستوى كل مؤسسة مستخدمة كي بما يسمى بلزورغان دخل المؤسسة الهيئات الهيئات الوقائية داخل المؤسسة يجب أنها تكون عندها الانتسيباسيون الانتسيباسيون تكون الانتسيباسيون يحطو في العمل مخطط الوقاية من الأخطاء المهنية للأسف أن نجد هذه الأجهزة لا تعمل أجهزة هي مناسب نوعية يتقادوا أجل ولكن هي مجرد مكاتب فارغة المستوى الثالث هو انتوم الصحافة والرأي العام يجب أن تعملوا على تفهم أن المواطن والاقتصاد يتدمر بعدم محاربة الأمراض المهنية وأخطاء المهنية نشارك في منتقى دولي في 2004 أنا الشيطة غربيين كيف يتعامل مع وضوها تخيل أنهم يمشون في وسط المجتمع بسيارات وبإعلام وبموسيقى وببهرة ينبهوا الناس باللي كان أخطار وتعرف البعض الأخطار هي غن أنها تكون ريسيدي في تعاون وبالتالي هي مسؤولية مشتركة ينتقسمها من المشرع رب العمل العامل في حداته الأئمة في المساجد الصحة فانتوماء هو عمل مهم جدا لأن التنمية مرتبطة بالإنسان لا سمع الفئة العاملة إتضحت الصورة مرة أخرى السيد يوسف برشيد عضو لجنة الصحة والعمل بالبرلمان جزيلا شكرا لك على كل ما قدمته بالحديث عن الصحة كشف المختصون في الأمراض القلبية عن الارتفاع الكبير لعدد الوفيات